أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب عن إعادة إطلاق الدراسات حول إنشاء خط أنبيب الغاز الجزائر سردينيا غالسي عرقاب وفي كلمة ألقاها خلال الطبعة الرابعة ليوم الطاقة الجزائري الألمانية الثلاثة أوضح أن الإجراء يستهدف تكيف المنشأة وفق المواصفات والمعايير الفنية بما يمكنها من تصدير الهايدروجين مستقبلا نحو أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص على أن يتم استخدام الخط الجديد مبدئيا لتصدير الكميات الإلافية من الغاز التابعي نحو أوروبا